أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على تطوير العلاقات مع أستراليا في مختلف المجالات والعمل على تعزيز التشاور والتنصيق بين البلدين في المحافل الدولية معربا عن تطلعه لاستقبال المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر وبحث عبد العاطي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الأسترالية بني وونغ عددا من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها الحرب الجارية في غزة واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع الجانبين الأمريكي والقطري بهدف وقف الحرب بصورة فورية وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني مؤكدا على موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول من جانبها أشادت وونغ بالدور المصري المهم منذ اندلاع الأزمة والمساعي المصرية الحثيثة التي تستهدف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر